السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأبطال طبعاً أكو طلاب داي يطلبون ينضمون بس ما داي يقدرون ينضمون لأن العدد عبر المية العدد من يصل المية طالب بعد ما تقدر تنضم لذلك أنا دائماً أقول حاول تستغل الوقت من أنشر المحاضرة تنضم من وقت لمن أنا أنشر دورة حاول تسجل من وقت لا تتأخر لأنه التأخير مو من صالحكم لأنه التأخير مو من صالحكم طيب سد المايك وخلينا نبدي بالمحاضرة سد المايك وخلونا نبدي بالمحاضرة يلا حبايبي يلا طلابنا يلا أخواني يلا أخواتي خلونا نبدأ بمحاضرتنا طيب طبعاً المحاضرة مسجلة وتقدر تشوفها بعدين أغلبكم هسا منضمين وقاعد يسمعون المحاضرة ويشوفونها طبعاً أكو طلاب قاعد يحاولون ينضمون وما أقدر لأنه العدد هو صراحة يعني مو بيدي آسف جداً العبر العدد عبر 100 طالب طيب نعم تنزع على اليوتوب أيضاً طيب هسا إحنا راح نشوف إنه واحد من الطلاب يقرأ إنه هذا الناس ونبدي نتناقش وياكم طيب إذن نعم نعم اقرأ define يلا طلاب وياي ظاهر الناس صيد ضعيف يوم مصطفى يلا شوف صيقة الأولى من السؤال يقل لك define أو يقل لك state أو يقل لك talk about مني يقل لك define أو مني يقل لك state أو مني يقل لك talk طلاب عيني هذا الحد شيء أنا ترى سويت هذا الملف أنا سويت لكم إياه ليش علم ودع لكم على نمط السؤال الصيقة الأولى من السؤال لمن يقل لك define ويقل لك state أو يقل لك talk about طبعاً هاي معناها يريدك تعرف يريدك تنطي تعريف شلون تعريف بالتاريخ جغرافيا أحياء تعريف عادي هذا بالإنجليزي يجيني define يعني عرف define يعني عرف أو يقل لك state هذا هو نمط السؤال انتبهولي على الصيقة إذن لمن يقل ل define مني يقل ل state مني يقل ل talk about the following terms طبعاً هاي المطلوب من عندك تنطي تعريف زين استاذ التعريف منين نجيب هين التعريف موجودات في نهاية الكتاب ايه هنا هاي وين هي التعريف موجودة هذا وين هاي وين موجودة في صفحة 149 في صفحة 149 في صفحة 149 هاي هي التعريف تنحفظ تحاول تاخذلك كل يوم خمسة على مو تحفظ هاي التعريف أعيد مرة أخرى صيغة الأولى من السؤال يقل لك عرف شنه يعني عرف يعني تنطي تعريف سطر سطر ونص وين هنه هذن التعريف موجودات بالكتاب وين في صفحة 49 في صفحة 49 طيب زي الصيغة الثانية من السؤال قبل لا أروح على الصيغة الثانية خلينا نفتح المايك ونشوف إذا أكو سؤال أو نشوف التعليقات بس ما أريد هو سي اللي عنده سؤال خليه يتركه التعليقات خليه يتركه بالتعليقات من عنده سؤال طيب طبعاً أنتم قاعدوا تشوفون طيب إذن الصيغة الأولى من الأسئلة هي عرف ومنطيتكم التعاريف الصيغة الثانية من التعاريف أو من السؤال يقل لك state the manner and the place of articulation هنا يقل لك وضح لطريقة ومكان النطق يعني شنو معناها شوفوا طلابنا الأعزاء لما يجيك السؤال state the manner أو مرات يقل لك give the manner or place of articulation مني يقل لك انطين المنر معناها يريدك تنطين نوع الصوت يعني شنستاذ نوع الصوت أنا طبعاً عندي بالملزمة وراح يعني راح أتزلكم إياها أكو جدول هذا الجدول يوضح لك كل صوت ونوعه يعني هذا صوت توقفي هذا صوت احتكاكي طبعاً موجوداته بالملزمة هذا الجدول طبعاً يعرفون الطلاب اللي داخلين يمي دورة يعرفون هذا اللي هذا اللي آني 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 آخذينهم كل يوم خمسة كل يوم خمسة تعاريف كل يوم أخذينهم خمسة تعاريف ونمتحن بيهن فهو راح يجيب لك صوت يقل لك شنو المنر أوف ارتكليشن يا هذا بنار يقل لها فرقة يقل لك شنو البلايس مالتا يقل لها لا بيودانتل طبعاً لا بيودانتل هذاني راح نأخذن بالتفصيل بعدياً بس هسنا قاعد نتكلم عن طريقة الأسئلة نعيد 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 الصيغة الأولى من الأسئلة عبارة عن تعاريف صيغة السؤال بالامتحان define or state or talk about الصيغة الثانية من الأسئلة يقل لك state the manner and place of articulation مرات يقل لك state بس the manner يعني بس يقل المنر أريد بس المنر مرات يقول بس أريد the place هذا مني نجيبه هذا عدنا جدول نحفظه و ننطي بالامتحان طبعاً أنا سهل للكميها أيضا هذا هو النمط الثاني هذا هو النمط الثاني ننتقل على النمط الثالث النمط الثالث من الأسئلة النمط الثالث من الأسئلة وهو عبارة عن رسم صوتي يأما يقل لك provide the transcription أو يقل لك transcribe أو يقل لك write the transcription ثلاث أسئلة تجيني أنت مني شوف كلمة transcribe أو give a transcription أو write a transcription أو what is the transcription من تشوف هاي الكلمة معناها يريد من عندك رسم صوتي وبهاي الحالة راح تسوي لرسم زين استاذ أنا شلون يسوي رسم صوتي أكيد نتعلم نفتح أقوى سواء أيضا نشارح هذا الموضوع على اليوتيوب موضوعنا اليوم شلون نمط الأسئلة هذا موضوعنا طيب نعيد أنا دائما أحب المراجعة السؤال الأول يقل لك نعرف تنطي تعريف السؤال الثاني تحفظ الجدول ويقل لك نطين المنر تنطي المنر يقل لك نطين تنطي يعني مكان النطق يعني مثلا صوت هو صوت شفول يعتبر بايليبيال بايليبيال ليش بايليبيال لأنه بشفها هيت معناه هذا السؤال الثاني النمط الثالث هو رسم صوتي وقلنا شني يعني رسم صوتي نسوي كتابة صوتية للكلمة وهذا الموضوع احنا ذكرناه بالتفصيل الممل بالمحاضرات السابقة على اليوتيوب وأيضا راح نسوي لكم مرة أخرى لدفعة 2024 طيب النمط الرابع هو true و false وهذا معروف point out whether the following sentences or statement are true هنا موضوع true و false مرات يجوبونه بس غالبا يجوبونه بامتحانات نهاية السنة يعني ما يجبو لكم مياب الشهري ما احد يجوبه بالشهري لا يجوبونه بنهاية السنة يجوبو لكم المعلومة صح لو غلط يقل لك يعني عدد الأصوات بالإنجليزي there are مثلا 26 phonemes in English يعني هنالك 26 صوت بالإنجليزي true أو false طبعا كيد false هو لأصوات عددهم 44 فهي true false معلومات يعني بعد ما تفهم المادة وهذا طيب طيب هنا النمط الرابع طبعا النمط الرابع مو كل الجامعات يجيبونه بعض الجامعات بعض الجامعات يجيبونه طيب النمط الرابع يقول provide the orthography the orthography شن يعني provide the orthography يعني شن معناه أو مرات يقل لك شوفوا هاي الاسئة normal spelling شن يقصد بهذا الشي أو يقل لك ordinary spelling طيب أو يقل لك letter form أو يقل لك spell out هاي هاي صيغة الاسئلة شن المقصود به طيب هنا لما يقل لي provide the orthography لما يقل لي provide the orthography شن مقصد هذا السؤال مقصد هذا السؤال يا حبايب قلب يا طلاب المرحلة الأولى يريدك هو رسم صوتي اترجع للكتاب العادية يعني شلون يعني خلينا نطيك مثال أنا عندي هاي الكلمة هاي الكلمة أنا عندي هاي الكلمة 100 هذا كلمة 100 رسم صوتي تمام 100 رسم صوتي الميت يعني معناه يقابل هذا رسم صوتي شدا يريد من عندك بالسؤال هنا يريدك تنطيه الكتاب العادية انت راح تقل لي 100 هاي بس يعني عكس الرسم الصوتي يعني هو جايب الرسم الصوتي ويريد أنا أنطيك كتاب عادية صيغة السؤال بالامتحان provide the orthography أو write in normal spelling أو ordinary spelling أو letter form أو spell out ذني كل نفس الشيء بالعكس يجيب أنا أدري بك هسا أنت تقول أستاذ هاي المعلومات اللي قاعد يسول بيها أنت أنا ما أعرف ما أعرف أسوي هاي وها وها أدري بك ما تعرف أعرف أعرف هاي السؤال في كل ها راح نأخذها ونحل ونتدرب عليها بس أنا محاضرتي هسا اليوم قاعد أتكلم عن نمط الأسئلة بس شلون نحل هاي نأخذها إن شاء الله بالتفاصيل القادمة شن اللي قاعد أسويه بس أعلمك نمط السؤال بس هنا لوتي شلون يعني لوتي هنا ما رح يجيب لك الكلمة كل لا يقل لك مثلا كلمة بوكس كلمة بوكس يقل لك أريد لهاي الكلمة رسم صوتي بس لحرف الأكس شوف يجر لك خط جو الأكس ويقل لك أريد سوي علي رسم صوتي أنت شراح سوي راح تكتب الأكس يجيب لي كلمة كاملة من رسم صوتي يجيب لي بس حرف واحد وأو حرف ويقل لي سوي لي الرسم صوتي ويجر لي خط جو ويجر لي خط جو طيب زين السؤال الثامن طبعا السؤال الثامن والتاسع تقريبا نفس الشيء يقل لك بالسؤال الثامن How many sounds are there in the following words كم عدد الأصوات في هذه الكلمة باوع لزين شوف هذا السؤال لوتي جايب لك كلمة بوكس مثلا يقل لك كم صوت عندي طبعا كم صوت عندي بي أو كي اس عندي أربع أصوات شوف شلون سؤال لوتي بوكس بيها أربع أصوات لذلك أنا راح أقل له رسم صوتي وأكتب قدام أربع أصوات أدري بيك ما تعرف رسم صوتي لذلك اللي قاعد أسوي أنا هس هو أنه قاعد أعلم على نمط السؤال التفاصيل بعدين نملك إذن سؤال الثامن قال how many sounds كم عدد الأصوات معناها أنا راح أسوي رسم صوتي شفت كلمة بوكس طبعا بوكس هاي أربعة أصوات بي أو كي اس لذلك كتبت لقدامها أربعة أربعة هاي طيب طبعا هنا نحن نساور رسم صوتي يلا نحل السؤال التاسع السؤال التاسع السؤال التاسع يقول how many vowel sounds شوف شلون السؤال لوتي كم عدد أصوات العلة يقول كم صوت علة عندي بها الكلمة مو كم حرف كم صوت يعني مثلا عندي كلمة busy هاي كلمة busy العاف busy هاي كلمة busy كم صوت علة بها سويلها رسم صوتي طبعا هاي بالرسم الصوتي هيج راح اصير تقريبا بالرسم الصوتي هيج راح اصير فلذلك كم صوت علة عندي عندي اثنين اليو و الاي busy بعد ما سويت لها رسم صوتي إذن عندي صوتين علة إذن هنا قيلي يعني ريد كم عدد أصوات العلة انتبه لي زين على صيغة السؤال طبعا هاي هي نمط الأسئلة بس ركزوني كالأشرة مهمة طبعا السؤال العاشر هذا بعدين ناخذ بليونة الرابع بليونة الخامس ما رح أشرح الأفوال الثالث ما رح أشرح لكم هي عدنا نمط هذا بالسؤال الرابع يعني السؤال الفصل الثالث بعدين رح نشرحه هاي هي أهم تسع أسئلة رح تجيك بالصوت بالمرحلة الأولى هذا الفيديو ارجع عيده مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ارجع عيد الفيديو حتى لو ما فهم كل شي عيد الفيديو ليش علم وتعرف نمط السؤال زين أنا أعرف نمط السؤال والمادة ما عرفها شينية المادة تقراها رح تاخذها انت بجامعة رح تقراها يمي على اليوتيوب رح تدخل بيها دورة يمي احتمال إذا تحب طبعا ما قاعد أجبره فأنت المادة رح تقراها بس هذا الفيديو كل فترة ارجع علي شوفه لأن هذا رح يعلمك شلون تجي نمط الأسئلة بالامتحار حبايب قلب يشدوني حيلكم صدقوني بس البداية صعبة هذا إلي هنا طبعا رح أنهي المحاضرة أو تقدر تسألني أي سؤال بالتعليقات وأنا إن شاء الله أجوق ترجمة نانسي قنقر